بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدين قناة نباتات وأشجار مسمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة النهاردة نتكلم مع حضراتكم عن شجرة ذاتة ظهرة جميلة جدا ظهرة ألوان متعددة ومختلفة حاجة جميلة خالص اسمها شجرة الجهنمية أو بتسمى في بعض البلدان العربية شجرة المجنونة اسمها باللغة الفرنسية شجرة البوغنفلية سميت شجرة البوغنفلية بهذا الاسم تكريما للملاح الفرنسي لويس أنتون بوغنفل سميت تكريما إلى هذا الملاح على اسمه شجرة البوغنفلية أو شجرة الجهنمية كما تسمى من الأشجار أو من النباتات المعرشة أو المتسلقة شجرة البوغنفلية شجرة جميلة جدا ينفع زراعتها في الحضائق العامة لإعطاء منظر جمالي وينفع زراعتها في الإصصيص وفي البلكونات وعلى أسطح المنازل شجرة البوغنفلية أو شجرة الجهنمية لها ألوان متعددة وزهرتها لها أشكال متعددة تبقى على شكل الفراشة كده لكن فيه منها اللون الأبيض وفيه منها اللون الوردي وفيه منها اللي قدام حضراتكم في الفيديو اللون الأحمر تنمو شجرة البوغنفلية في الجو المشمس الدافئ المعتدل تنمو بشكل أفضل وبشكل أسرع في الجو المشمس والجو الدافئ والمعتدل بتحتاج إلى درجة حرارة كبيرة في الصيف أو يعني ما بيأثرش عليها درجة الحرارة الكبيرة في الصيف وكمان بتنمو وبتزدهر في فصل الربيع وبتنمو بشكل أكبر في درجة الحرارة عليها في دول الخليج العربي بشكل أكبر وبشكل أسرع وبشكل أفضل في دول الخليج العربي كما تحتاج شجرة الجوهنمية إلى الري الغزير في الصيف أو في درجة الحرارة المرتفعة وتحتاج إلى الري باعتدال في الشتاء أو في درجة الحرارة كما تحتاج شجرة الجوهنمية إلى النمو في التربة الخفيفة أو التربة غير السقيلة وغير التربة الطينية نموها في التربة الخفيفة أو التربة الرملية الغنية بالعناصر الغزائية أفضل بكتير من التربة الطينية أو التربة السقيلة يتم إكسار شجرة الجوهنمية عن طريق الترئيد الهوائي أو عن طريق التعقيل عن طريق زراعة العقل أو عن طريق الترئيد الهواء كما يكون الإزهار يكون في فصل الصيف بدرجة أكبر من غيره الإزهار يكون في درجة الصيف في درجة الحرارة المرتفعة يكون أفضل من غيره من الفصول كما أن أفضل وقت للترئيد والإكسار من شجرة الجهنمية هو وقت الربيع ترجمة نانسي قنقر